موسيقى النمسا تمنح جنسيتها لستة وعشرين الف شخص اضطهدتهم النازية اعتقال ايرانيا متهمون بقتل وتقطيع اخر ورميه في نهر الدانوب تأكد حكم السجن المؤبد على مورد اسلحة مهاجم فيينا 2020 ارتفاع عدد حالات الافلاس الشخصي في النمسا وشركة تسرح 500 عامل ركلة تلهي حياة شخص بعد شجار امام حانة واعتقال لاجئ مختل عقليا قام بتأذية تحية هتلر عدة مرات مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اعلن وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ ان حوالي 26 الف شخص منحوا الجنسية النمساوية منذ عام 2019 من ضحايا النظام النازية وخلال عرض في فيينا اكد ان الجنسية النمساوية تعيد جزءا هاما من تاريخ هؤلاء الاشخاص الذين فقدوا هويتهم بقسوة حيث تعتبر هذه الخطوة اشارة الى ثقة في البلاد وقد استفاد منها اشخاص من الولايات المتحدة واسرائيل وبريطانيا وكان البرلمان النمساوي قد قدم تعديلا على قانون الجنسية في 2019 لتيسير هذه الخطوة اعتقلت الشرطة مشتبها به ايراني الجنسية يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما في قضية جريمة قتل ايرانيا اخر بعد اكتشاف جثة مقطعة في قناة النهرية في فيينا واشارت الشرطة الى اعتقاله في منطقة ميستلباخ حيث يخضع المشتبه به للتحقيق وذلك بعد ان زادت الشكوك حوله وفضلت الشرطة عدم توفير تفاصيل دقيقة لاسباب تكتيكية حيث تردد التقارير حول شراكته التجارية مع الضحية واحتمال وجود دافع ماليا وراء الجريمة فيما ينكر المشتبه به التورط في الجريمة ايدت محكمة الاستئناف في فيينا حكم السجن المؤبد لوسيط الاسلحة الذي نفذ هجوما في فيينا في الثاني من نوفمبر عام الفين وعشرين ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه الشيشاني مؤكدة ان الجريمة كانت مستحيلة بدون سلاح وكان الجاني قد قتل اربعة اشخاص واصاب اخرين في هجوم مسلح لم تشهد له فيينا مثيل وحكم على الشخص بالمشاركة في جرائم قتل وانتهاك قوانين الاسلحة ورفضت المحكمة حجة محاميه بتقديم ان دوره كان تافه وتأثر الحكم سلبا بسجلاته الجنائية السابقة ارتفعت حالات الافلاس الشخصي في العام الماضي بنسبة ثمانية فاصل اثنين بالمئة حيث بلغ اجمالي الاجراءات لتسوية الديون ثمانية الاف وثمانمائة وخمسة واربعين حالة في العام الفين وثلاثة وعشرين وفقا للاتحاد او الاتحاد حماية الدائنين كشفت الاحصائيات عن تأثير كبير على الرجال والشبان حيث شكلت حالات الافلاس للرجال واحد وستين بالمئة في الاجمالية اتوقع الاتحاد زيادة حالات الافلاس الشخصي في الفين واربعة وعشرين وفي سياق متصل اعلنت شركة بروخا لصناعة المواد العازلة في النمسا السفلة عن افلاسها معتزمة تسريح اكثر من خمسمائة عامل حيث تأسست الشركة قبل خمسة وسبعين عاما قتل رجل يبلغ اربعة وخمسين عاما بعد ان تلقى عدة ركلات من شاب عمره سبعة وعشرين عاما خلال مشادة كلامية امام محل في مدينة جراتس جنوب النمسا وفقا لتقرير الشرطة في اشتاير نشب النزاع داخل مطعم بين الشاب والرجل وتطور الخلاف الى مشجرة خارج المحل واكد شهود عيان ان الشاب قام بركلة اسقطت الرجل على الارض ثم واصل الهجوم وركله وتعرض الرجل لاصابات داخلية خطيرة وتوفي في الموقع وقد تم اعتقال الشاب واعترف بتوجيه الركلات لكنه انكر وجود اي نية قتله اعتقلت الشرطة شابا سوريا يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما في مدينة جراتس بعد قيامه بتكرار اشارة نازية والتحريض بتهديدات قوية ووقعت الحادثة في محل تجاري حيث قام الشاب بتأدية تحية نازية واهدد باذاء المتواجدين في السوق فيما تقدم الشهود بشكوى للشرطة وتم اعتقال الشاب بعد مغادرته المحل ويحقق الآن ضده بناء على ارتكابه فعل الترويج للأفكار النازية ونظرا لحالته النفسية تم ايداعه في السجن تحت اشراف العلاج النفسي الاصلاحي كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة